اهلا بحركم من جديد اخبار الاهلي على السوشيال ميديا ومن خلال الحسابات الرسمية المختلفة نبتدي بحساب في الجول اللي بيقول ان اكثر من سجل اهدافا بالدور الممتاز بعد ستة جوالات هو النادي الاهلي برصيد 18 هدف بيجي بعديه بحبة شوية كده بيراميز 12 هدف بعكاز زمالك 11 هدف في الحقيقة احنا عندنا خط هجوم مميز وخط ادفاع جيد رغم ان انت قلت ستة مطشاط دخل فيك تقريبا ستة جوان لكن عندك ثلاث مطشاط بشباك نظيفة من اصل الستة ففيه تطور ملحوظ في اداء وشكل النادي الاهلي وبالمناسبة مطشا اول امبارح كان الواحد منصوط باداء الاهلي فرحان باداء الاهلي وبتطور الملحوظ في اداء النادي الاهلي وفي اللعيبة كمان والشغف الكبير اللي بالعوه بيه والدوافع الكبيرة وتقلق كمان تيرسي تاو هدف الدوري من غير ضربات جزاء بخمس اهداف بيتساوى مع احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك خمس اهداف لكن كلهم كانوا من ضربات جزاء هنروح للوطن سبورت واللي يعني دايما عنوانهم بتكون ايه يعني اللي هو قوي شوية وتشدك كيه وتخوفك وتقلعك وكلام من ده يعني هو بيقولك ان الاهلي ينجو من ازمة بسبب متحور كورونا الجديد يا سيد الرب موضوع او المتن الخبر قالك ان كان ممكن يبقى فيه ازمة كبيرة يعني لو مسلمان يسافر هو وبرسي تاو لجنوب افريقيا كان فيه موضوع متحور كورونا ده وشركة مصر تيران كنت طلعت بيان ان هي لغية لحالتها لجنوب افريقيا فبالتالي امم مستمرين وموجودين فالاهلي تفادى ازمة كانت ممكن تحصل خلال الفترة الجاية لا ازمة على حاجة الامور بسيطة ان شاء الله ما فيش حاجة وكل الاجراءات الاحترازية النادي الاهلي بيتباحها بشكل طبيعي جدا تعالوا نروح للوطن سبورت برضو وعاجل الاهلي احسن مصير دم عبدالرازق حمد الله بعد فسخ عقده مع النصر عبدالرازق حمد الله ده من اللعيبة الجمدة اوي اوي طبعا حضرتكم معارفينه اللعيب المغربي الكبير والشهير وفسخ عقده من كام يوم مع النصر السعودي وواحد بيجيب كده جوان من قبل ما يلعب يعني يجيب جوان قبل ما مطش يبتدي الراجل هدف جامد اوي 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 مش عارف مية وسبعة مطش باين مع النصر جايب مش عارف مية واثنشر حاجة كده يعني ما شاء الله عليه فسخ عقده فطبعا تقارير ربطت بانه ممكن يروح النادي الاهلي انا بقول لحرارككم ان فيش اي حاجة لحد دلوقتي رغم ان كل شيء وارد بس حد دلوقتي فيش اي تفكير خالص داخل النادي الاهلي بخصوص حمد الله لان الاهلي عنده خمس اجانب مميزين جدا الله اعلم الظروف بعد كده هتكون ايه لكن ابتكلم لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي طيب خلينا كمان نروح لمحمد النني وده من خلال حساب اليوم السابع على تويتر وبيقولوا ان الاهلي يكشف موقفه من ضم محمد النني بعد موسمين يعني يكاموا بعد موسمين طيب احنا فين والموسمين لما يخلصوا اللي جايين فين ما حدش عارف الدنيا هتمشي ازاي يعني النني لحيب كبير جدا جدا التقرير كلها بتقول وتصرحات وكيله ان خلاص بالنسبة كبيرة انني مش هيجدد مع ارسنال بسبب ظروف ما يعني اي نادي اتمنى ان يكون عنده لعيب بحجم النني النني مرتبط جدا بالنادي الاهلي انه واحد ابناء النادي الاهلي كناشئ في فترة من الفترات هنشوف ايلا يحصل بعد سنتين لكن في اعتقاد الشخص ان النني لسه قدامه شوية في اوروبا لكن في حالة عودته لمصر مؤكد او شبه مؤكد هيتكون عودته لنادي الاهلي على حسب الوضع في اللحظات او في التوقيت اللي احنا ان شاء الله يبني ايديا التوقيت العمر يكون موجودين فيه ده فيما يتعلق باخر اخبار النادي الاهلي على السوشيال ميديا هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل كل فقرات حلقة النهاردة من التريند يلا